أبو إبراهيم يسأل عن تفسير قول الله تعالى والفجر وليالي عشر يقول ما المقصود بالليالي العشر أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لقول الله تعالى والفجر وليالي عشر اختلف أهل العلم من أهل التفسير في الليالي العشر ما هي ففريق من أهل العلم قالوا بأن الليالي العشر هنا المقصود فيها العشر الأول من ذي الحجة العشر الأول من ذي الحجة وهذا مروي عن ابن عباس وعن جمع من أهل العلم من أهل التفسير والقول الثاني قالوا الليالي العشر هنا ليالي رمضان ليالي العشر الأخير من رمضان ويعني المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع والذي يظهر والله تعالى أعلم رجحان القول الأول والفجر وليالي العشر يعني عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم وتسميتها بالليالي لا يضر تسميتها بالليالي لا يضر فإن إذا أطلق الليل فيدخل فيه النهار ولذلك يسمى اليوم كاملا بالليل أو بالليلة أو كما هو يعني جاري على قواعد لغة العرب